هذا هو الطريق إلى السعودية الطريق إلى الرياض الطريق إلى المجد السعودية مجد السعودية وبعدين لو يطيح شماغ يطيح شيء يطيح وحتى لو أنك رجل راكدة ما مش راكدة يقول أنا حبل أنت تشوف في الكرة وتصير رحدات فما يلام عاشق الخيل على المنظر اللي تشوفونا فيه بعد خط النهاية الخيل حياة بالنسبة لي نشأت مع الخيل بحكم ارتباط وثاريخ والدي العظيم في جميع مراحل حياته الله يقبر الله ورحمه وبالتالي هذا أنعكس على أبنائه وإحنا أمتداد بذن الله تعالى لمسيرته فعشناها مرحلة الطفول وهو مرحلة الشباب إلى وصلنا هذه المرحلة من أمور وأصبحت مصر لقمة عيش وأصبحت عمل وأمل حتى مرحلة مراحل رحت الولايات المتحدة منتصف ثمانيات الميلادية وارتبطت بدراسة هناك ومعظم وقتي كان في مزاعة الخيل ومحلات الخيل ومزاعة الخيل للاطلاع والتعرف حتى أنا أعكس على أسرتي وأنا أعكس على أبنائي وعلى أبناتي فالحمد لله رب العالمين يمكن إن شاء الله بالنسبة لي أنا أقول أني محظوظ أني حبيت هالمخلوق النبيل الوالدة الله يغفر له ويرحمه أرتبط تاريخه المشرخ بالفروسية وهذه نعمة فضل رب العالمين الوالدة تعرف في مراحل الخمسينيات والستينيات السعودين يتمدون عنفسهم بعملهم وراد الله سبحانه وتعالى أنه يرتبط بالخيل إرث عن والده وعن أهل أو عن أهله وهذا اللي دارج في نجد ولكن محطة رئيسية في حياته ارتباطه مع حياة الملك قال الله يرحمه له قصص كبيرة مع حكام هذه البلاد وأكرمه وقدر جهوده الوالد وصل لمرحلة حتى بعد وفاة الملك خالد رحمة الله عليه الملك عبدالله عينه على الرغم على الملك عبدالله في جانبه الفروسي كان منافس لإستبلات الملك خالد والوالد هو المعني والمسؤول بإستبلات الملك خالد عينه عظر الجنس سباق التحكيم وعينه وعينه عظر الجن التشبيه و التنسيق وعينه عضو اللجنة العليا وبرضه تشرف الوالد بتكليف من لمي سلطان الله يرحمه أسكنها الجنة بتأسيس استبل البوبية فيما بعد الآن أصبح استبل عريق من ناحية الخيل العربية الخيل أرث ثقافة كبير لأبناء المملكة العربية السعودية قادة هذا البلد أعتنوا واهتموا فيها لأنه إرث من الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز أولاها اهتمامه بعدما توحدت أرجاع البلاد وأصبحت هناك سباقات بالأعياد وكان أبناء الملك عبدالعزيز هم اللي يركبون الخيل جميع غرص فيهم رياضة الفروسية وفترة مفترات المجتمع السعودي كادت أنها تكون هذه الرياضة في زاوتين السيان بعد التطور اللي عاشوه بعد النفط والسيارات ولكن الولاة العمر مدركين هذا الوفاء اتجاه هذا المخلوق النبيل فقاموا سباقات له وفي منتصف الستانيات الملدية أسس الملك عبدالله الله يرحمه بدعمه الملك خالد وبتوجيه من يوكيسل نادي الفروسية في الملز والملز مسمى على أنه لزز الخير أحد القصص في عام 1397 كان فيه إحصان اسمه خسرحان عند الملك عبدالله ومتعشم فيه كثير اللي يدريك شارك وفاز وشارك وجاء ثاني وجاء الكاس الكبير اللي هو كاس والعهد وكان فيه منافسة بين إحصان اسمه هو بلادي وخسرحان وصيب خسرحان في ذلك السباق ولفت نظر الجميع حب الملك عبدالله اللي ظهر أمام الجمهور أنه طلع مع المنصر اسمية وادعوه رجع ودخل مع بالسيارة مع المدخل اللي تدخل معه الخيل فدخل بالتراك بالمضمار وتعرف غراز وكذا ليه ما وصل للإحصان نفسه المصاب ونزل الله يغفر له وكنا حنا يعني باللهجة العامية حنا البزران نتبع بنشوف الحدث وشو اللي أحسان صاب يصابها مميتة يعني الملك خالد الله يرحمه والأمير فيصل هم اللي كانوا متفوقين في ذاك السباق وتعرف والعلاقة وطيطة يعني فالأمير فيصل طلب من الوالد قال يجب يعني تتصل على الأمير عبد الله هانذاك ونحن مقدمين له هدية ومحتارين نخبة انتاجهم كانت سبع مهارة في ذاك الوقت ما كان في ذاك العداد الكبيرة در الملك عبد الله الله يرحمه أنه بعاز من الملك خالد ونزون رغبة الأمير فيصل قبل الهدية بعد الحاح يعني كان الصاب الملك عبد الله بالملعز في زاوية بيته هذا من أشقه للخيل فكان فيه أحد المسؤوليين زميل للوالد فقال يا مشرف نبغى أخه سبعا سبعا كان عسل سنها السلال قال ليه موجود فيه أخه سبعا أخوه يعني من أمه فقال هذا اللي نبغى يعني هو مش لهد الأمير عبد الله ونبغى يختار الأفضل له فنزل المهر واختاروه بلحظة ما درول للأمير عبد الله الله يرحمه الملك عبد الله جاههم في الاستبر فالسلام عليكم عليكم السلام قال رد المهر فاستنكر الوالد قال يمكن فيه خلل حصل أو شيء قال يا مشرف أخطر لي فرجع المهر فطلع قال هذا اللي يقفيك إن شاء الله والله يطرح البركة قال خلاص قبلنا والله يطول عمر الملك خالد أنا ذاك والشكر الجزيل لأمير فيس قال له ثمن الهدية فبعد سنتين بالضبط المنافسة حمل وطيس بين السطبلين فحضر الملك خالد كاسين ملك خداه حسام من قدام خيله حضر كاس ملك بريطانيا خداه حسام فكانوا ينزلوا من الله صنصير وبالعادة الملك خالد يطلب الوالد كانوا يعطيه تقرير عن السباق وش صار وما ش صار قال ولو يا مشرف محبتك زايد على عبد الله صفت الله الحصان الطيب فقال له يا طويل العمر أنت علمتنا هذا المنهج لا تقدمون إلا أطيب من خيلي والهدية اللي قدمها تكون أطيب هدية والله لا يفرقكم كانت المملكة العربية السعودية في على الرغم من الخيل العزيز ومثمنين هاهلها إلا أننا إحنا في عزر حان العالم إحنا كنا في المجموعة الثالثة يعني مثل ما تقول في أرقام متخلفة يعني ما إحنا ما إحنا مع الدول زي اليابانة والولايات المتحدة الأمريكية فالكاس هذا من بعد القرار أصبحت المملكة العربية السعودية هي المشهد الرئيسي في الفروسية السعودية بهذا القرار لأن هناك جوائز جوائز البيدس كب 6 مليون دولار في جوائز في دول 12 مليون دولار فكان هذه قفزة للمملكة وبالتالي رايحة تنعكس على مواطني المملكة وبتنعكس برضو على المملكة من ناحية السياحة من ناحية التعريف بالسعودية من ناحية إحياء هذا التراث العظيم وإحياء هذه الصناعة اللي رايح يخلق فرص وظيفية يعني الهدف المنشود في فترة وجيزة وقطاعنا شوط طويل وسنرى الأثر بدنا مولو عز وجل على المهتمين بهذا القطاع في القريب العاجل ولسيما أنه سماعت أن هناك استراتيجية ذكرها سمونا مير بندر في لقاء خلال المرحلة والصيف وأنها موجودة عند أصحاب القرار وبإذن الله تعالى مع انطلاق هذه الاستراتيجية رايح تنعكس على الانتاج المحلي رايح تنعكس على الصناعة الوطنية رايح تنعكس على الدولة تعمل عمل جبار فإحنا لابد نحن نواكب هذا التطور كمواطنيين لنهم مكنونا من منح الفرص يعني لو تلاحظ الأربع نسوك السعودية ثنين سعوديين كسبوا الكاس هي ما تنعكس على صاحب الاصطابل تنعكس على فريق كامل على المدربين على ستاف على بيوت بالسعودية من فتحة علشانها علشانها الرياضة سمسيته الأحد من بيت فروس يراقي فترة من فترات الأمير فهد وهذه مؤكد اثنان طفولته يبطي بحياته الأمير فهد الله يرحمه الأمير أحمد مثلوا المملكة العربية السعودية أفضل تمثيل ولازالت سيرتهم خالدة وأنا بالله العظيم ما أروح لأمريكا أو بريطانيا إلا أنهم يسألون عن على المدربين شخصي عن أبناء الأمير فهد وأبناء الأمير أحمد ويدعو لهم بالتوفيق يعني هم بشر هذول اللي تعاملوا في الخيل سواء عامل تركوا انطباع وبصمة للسعودية ولأسرتهم الكريمة ولأسرتهم الكريمة ولأمولاي خادم الحرم الشريفين فكانوا شخصيات محبوبة محليا وعلى الصعيد العالمي اللي عملوه ما أحد استطاع أنه يعمله الأمير أحمد مسلمان هو العربي الأول اللي فاز العربي موه السعودي بس العربي الأول اللي فاز بكنتاكي الداربي من خلال أمبلم وور أمبلم وفاز بريكنيس من خلال بوانت كيفن وفاز بجوائز كبرى هناك بامريكا وفارس اسمه جولر برينسز شعر كات جوهر عمل صناعة وتمكن منها وانعكست على سماعة السعودية استطاع الأمير فهد برضو أنه يكون لها بصمة في الساحة الأوروبية الله يرحمه يسكنها الجنة وفي بداية الألفين في يوم الدار بالإنجليزي وهذا يوم يحضره قرابة المئة وثمانين ألف متفرج الأمير فهد فاز بالأوكس الإنجليزي من خلال فرس اسمه روم والأمير أحمد فاز بالدار بالإنجليزي من خلال إحصان اسمه أوث فهذه الشخصيات شخصيات عظيمة وقدمت وطنها الشيء الكثير وأتمنى إن شاء الله أنه نادي سباقات الخيل أنه يعمل كؤوس لهذه الشخصيات لأنها خدمة السعودية في مرحل ومراحل اللي كنا بأمسل حاجة لقوة ناعمة سعودية في تلك الفترة فالله يرحمه ويسكنهم الجنة أنا بأكد لك إنها نسخة نارية بكل ما تعنيه الكلمة منافسة شريسة لأنه بطل بريدر كتاب موجود بطل بقسس حاضر هذه في أولى لما تقول في أولى يعني خلاص أنت تحكي عن نجوم النجوم بطل كاسوبين العالمي العام الماضي حاضر بطل الياباني حاضر دون استثناء الخيل النجوم هالسنة غير والمهرجان بيكون غير والحفل بيكون غير ففيه اهتمام امريكي بهذه المناسبة فيه اهتمام ياباني فيه اهتمام اوروبي كولمور كانت متغيبة العام الماضي برضو عندهم نجم اسمه لاكسنبورغ ابن فحلهم وابن فرسهم ومتعشمين أنه يعمل شيء كبير في الكاس ولسيما أنهم كانوا غايبين سنتين عن هذه المناسبة فداخلين بشكل قوي السعوديين من جهة ثانية تمثلهم الخيل الوطنية اللي تأهلت سواء البطل الكاس خادم الحرمين الشريفين اللي طول عمره او البطل آخر عند ابناء الملك عبد الله وعلى فكرة هذا الصبر العريق اللي كنا نحكي عنه قبل شوي لأول مرة شاركه بهذه النخص وهذا يدلل برضو على قوتها كانوا غايبين الأربع النسخ الماضية لأن النجوم صعبة ممكن يكون عندك الصبر وممكن تستمتع فيه وممكن تعمل نتائج طيبة لكن عندما تصل مناسبة أنت تحكي عن لابد تكون الخيل حاضر لابد ما راح يمثل كل شيء طيب أيضا هناك وجود ممثل الوطن الدكتور مهيدب من خلال الجوار ديفندد والجوار ديفندد له مفائز بعدة سباقات اجتمع مع هذه الخيل في سباقات طاحنة الآن لهم فترة من أربع شهور أو لأكثر من ستة شهور هذا راح بجهة وهذا ديفندد راح يشارك فيه بطولات ثانية وهذا راح يشارك فيه بطولات ثانية والثالث يشارك فيه بطولات ثانية راح يجتمعون لأن بينهم ثار كبير يعني مرة يفوز هذا مرة يفوز هذا غالباً غالباً وبرضو ثاني وصيف البقس السجاي أنت تحكي كأنه كأنه بتشوف يعني بشبهها بالكورة لأنه الرياضة الشعبية الشعبية الأولى بالعالم كانك تشوف كريستاني ورونالدو وميسي ومبابي وكانك تشوف ثمارينات بيلي زجالو ريفالينو ومارادونا والله يبدون مبالغة نجوم العالم يكونون موجودين في الرياضة وهذا كله بفضل الله ثم فضل اسم سيدي ولا أحد ما تتخيل تلك الليلة كم من البشر بيسمر أمام الشاشة على مستوى العالم العام الماضي قرابة المليار في السنة هذين أنا أتوقع أنهم بتجاوزونها أنا متاعب على السحفة الأجنبية وشفت أمس الخبر الإسعدادات لتثيب النقل الجوي لوصول هذه النجوم إلى الرياضة فجايك العالم كل حدا بصوب فإحنا اليوم يوم 24 فبراير حدث عالمي لم تستطع والله لم تستطع أي دولة إنها تجمع يعني بريدرز كوب ما قدر يجمع 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 النخبة المناسبات اللي قبرها ما جمعتها النخبة قوس النصر مستحيل ما جمعها النخبة هي جوائز كبيرة وجوائز الجميع الملاكة استعوالها سبحان الله أراد الله سبحانه وتعالى إنه الرياض تحظى بالنجومية بوجود هؤلاء النجوم وتكون الرياض محط أنطار العالم في ذلك اليوم أنا أوعدك إنك بتشوف لك شوط مطير شوط حماسي ولكن أطلب إن شاء الله من الجميع إنه يصف مع دفندد اللي بيحمل لواء السعودية بدن مولو عز وجل لأنه الدكتور مهيد حرس أنه يمثل السعودية وصبح بكرة ونزل البرنامج هذا يكفينا أنه العالم لا إله لله محمد رسول الله عالم السعودية جمع هذا الحصان فالامريكان برضو بيأخذون حضرهم هذا الحصان فهي ما هي من عكس على الملاك حتى على البلد لأنه إذا سوطنت الخيل هي ترفع من مستوى ميدانك بغضر نظر عن البطولة فإحنا تمثلنا اليوم خيل فئوية خيل عيارات ثقيلة بنجوم خيو تشوف الواتساب كثير يبغون يزورون السعودية أنا أتكلم في محيطي الصغير كثير بالنسبة لي 30 شخص بس غيري عنده 40 كلهم بيجون على الرياض أنا أذكر أول تلعام رفيق لي في بريطانيا ما دريت قال أنا بالرياض رتب حاله حضر ويومين في الرياض ورجع علشان نشوف كاس السعودية يعني ما هي سهلة أنك تعترضن لك بطولة ويجون أهلها بأغلى ما يملكون الخيل حياتهم يدركون أن هذا البلد آمن ومطمئن والمجتمع طيب فإن شاء الله إن شاء الله مثل بلدنا على حسن تمثيل بذن الله تعالى فيه ما كان كان كنت رتبا الدكتور مهيدب على تأسيس صندوق ينطلق محليا وينطلق العالم وتوزيع جغرافي جيد وينعكس على الدعم المحتوى المحلي كاستثمار بالخيل وكمشاركة نسعى المشاركة السعودية في وقت لاحق على وينكس علينا بشي طيب يعني كانت هذه رغبة مشاركة والدكتور ما شاء الله رجل مال وعمال فشاطر في الدراسات لما طلعنا على بعض الدراسات هذه معلومة هنا بقولها الدراسات الحالية بيع الخيل وشراءها وتداولها على مستوى العالم 396 مليار دولار تحكي عن تريليون ومتين مليون هذه الدراسة الجديدة المتوقع من 2024 إلى 2030 بإن الله تعالى أنها تتفع بنسبة 8.93 يعني رايح تصل إلى قرابة التريليون فأنت في الدولة ما عملت هذا القطاع وعززته من باب فراغ حتى من باب التنوع الاقتصادي لهذا الوطن العظيم فأحنا متجهين تجاه كبير ومكنتنا الدولة مجدد الرجاع من الأعمال مثل الدكتور مهيدب كان فيه تقرير عن المناسبة هذه البريدرس كوب نحن في منتصف أكتوبر وكان يطلب من النجوم ومن ضمنهم ديفندد قال أبي كاسي السعودية فقلت لها الوقت ضيق صعب 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 ورحين نستغل أسوأ استغلال الوقت ضيق والناس اللي إنت الدورة وإحنا ندورة كلنا دورة يعني البطولة كبيرة يعني في مطلع ع 2024 بيكون هدف مكاسب السعودية وبعد استحقاقات فمن الصعب نحن نحصل المتظم هنا قبل قال لا أنا راغب وأصر بحثت وجدت من ضمن الخيارات وشاف بالتلفزيون قال هذا حسن وجهه مبروك وإن شاء الله نحن داخلين فيه أنا كنت من سبعد تماما أنه نحن راح ننجح فبحكم العوامل هذين الوقت ضيق ومحدود اتصلت على ما استخدمت اللي يسمونهم إيجنتات اللي هم الوكلة مقابل مبلغ مالي ممكن يمثلني وممكن يمثل أي شخص آخر ويخلص الصفقة إنما هذول يفرطون بحكي فيها خالد راغبها أو فلان راغبها أو شيء منها القبيل والمدرب عرفه وسبق ونجحت معه بصفقة مماثلة قبل خمس سنوات مباشرة ونجح رصان فيما بعد ف العدث السباب أني سعودي ويفكرون أني رايح لكاسي السعودية ويقول أمؤكد كاسي السعودية الله حزي السعودية وفيقول رحنا أو لا فأذكر لرجل خطر في بالي صامت وهادي وعنده ملا يعني يبيع مبالغ جيدة ومالك ومتزن وهادي فكلمته قلت له أبغاك في صديق لي مصر ولي رغبة أني أحقق رغبته فبدي تساعدني في هذا المهم وإن حصان حصانك وإنه بيبقى في أمريكا لا تضرر أنه طالع أساسي مثل الكاس السعودية فالحمد لله تجاوب معي وأتصل على المالك والمالك مع كنين شركاء فلمسنا أن في رغبة من الثنين شركاء ولكن هو صاحب القرار اللي حصته أكبر والمدرب أصبح عايق عطل الصفقة ف مرجع قال الموضوع يمكن يطول قلت ما تعرف أحد قال أعرف ديفد صديق للمالك الرئيسي قل تكلم ديفد ف ديفد برضه قال المالك الرئيسي قال ما قدر أخسر هذا المدرب اللي عارف عشرين سنة وعشان خاطر راه بيبقى فبدأنا نقول والله المهمة ما تكون صعبة وهي أيام يعني فقلت ديفد وش علاقتها فيه قال هو عديل المالك طرح عليه قلت النساء بيلعبون دور كبير يعني الحريم يأترون وقلت يا أخي اتجه للجانب هذا خل مرة ديفد تكلم مرة المالك اللي هي اختها علوا عزة إن شاء الله تقنحها أكلم ديفد قال نبي مرتك تدخل في هذا الموضوع المرأة كلمت اختها في خلال ما بداني قاعد كذا 40 دقيقة 45 دقيقة قال بشر برحصان قلت الله يبشر محبين بكل خير كلمت الدكتور مهيد وقلت الحصان بشرك جاء الفلوس هنا ونحن نحاطينها الشكل التفاقية الأول مرة تنعمل في شي اسمه اسكرو اكاونت جهة ضامنة وطلت علي الجهة ضامنة في عالم الخيل العقدي جيني دون ما عرف الاسماء ووقع النية الشراء وهم نفس الحال والنسخة الأخيرة بعد الموافقة نحن نوقعها بعد البيع وهي مدونة لا يعرفون منه المشتري ولا المفترض نحن ما نعرف الباية أنا عرف الباية منه ف مجرد ومن ضمنها أنه يفحص الحصان إذا هو سليم خلاص الفلوس تحولهم باشرة إذا ما هو سليم لا قدر الله ترجع لنا الفلوس وهذه يتعامل الشركات الكبيرة مرة تتعامل إذا يبغون تجنبون إحراجات أو شيء منها القبيل نحن في وضع ما نبغى أحد يطلع على أن نحن يسعوديين مستهدفين كاسنا الغالي ف ف سو ريليس الفلوس وذكر رجتنا جاني اتصال قال لما شاف اسمي لسه ما طلع على الصدح الدكتور مهيد قال باقي 30 دولار ف رفيقي فصار عليه لوم كبير رفيقي شلون تخداعنا شلون تضللنا فقال أنا علاقتي بهالرجال قديمة ووعدته هنا أخدمه وانتم أخدته المهم في النهاية أخذناه مراحة أتكر السعر بس أخذناه بالسعر العادل العادل لو نذكرنا ربما نستقل ومن حقهم نحن نستقل في هذا الوقت الراهن لأن كل شيء في دال الوطن وكل شيء في دال الكاس أو أنه يساومون على سومتنا يعني أنه خالدات تصل أو فلانات تصل فبيحركون برضوها جهات أخرى فالحمد الله علي حال الآن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وبركة وإن شاء الله هو حامل 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 عالم الوطن والله يا أخي أنا لمست خلاص هذا الرجل تجاه وطن ولا هي غريبة عليه ورجل طموح وتفهم برضو الرياضة أنا ذكرت له ذكرت له السلبيات قبل الإيجابيات ذكرت له الرزق المرافق لهذا النوع من الرياضة إلا أنه أثر و إلا أنه طالما الدولة الله يعزها أقامت هذا الكاس فهو مواطن يرغب أنه يسهم لو بشيء بسيط ويقدم شيء البلد دخوله يعني فيه سعودين راح ينسي في دون بيتريح بيتريح يعني أنا أنا أشوف أن هدفه سامي ورب العالمين يبيرزقه على كتر هذا الهدف بعزل على العالم ومجمد ولما تقول بعزل على العالم ما تدري ما أنتم سوعب من هون لحولك ما تسوعب من هون لحولك والنوم ما فيه نوم إضرابات أي محب أي محب لك يرأف بحالك وهذه اللحظات ترى جميلة لأن الناس يعني معناها أنك منافسة أنت داخل منافسة داخل في حدث كبير لكن إضرابات البطن بالمخ ويجيك عتى في يون مناسبة لأنك تمر على رجل له له تقدير ويدري أنك تحبه وتقدره طناش ما تدري ما تعرف أصلا الوجه اللي قدامك تشوفه بس ما تدري أنا أقولك في عزلة عن العالم قبل صافرة الحكم كتخيل السعودية والبرازيل اللي لعبونا على كاس النهاي مونت في شعودي تعرف أخلاصه أولاءه الوطنه ومحبته تخيل ذيك الضربة ممكن من سعودية حق الكاس العالم تخيل أنت قاعد كيف وضعك وكيف شعورك وكيف نفس نفس الشي نفس الشي اليوم أنت في مهمة صعبة ما هي سهلة لكن اللي نفترض أحصاننا ما أدري من هو اللاعبية شعبية في العالم بس نبغى نقوم اللعب المحبوب كسب إن شاء الله خير وبركة اللعبين الثانية ما رحين تأثرون نحن مجرد مشاركة نحن بهذا الكاس حلم وتحقق وفي فترة وجيزة وهني الدكتور مهيد بهذه الخطوة الجبارة اللي أنا شخصيا اللي أنا ابن الوسط ما توقعت أنها تتحقق لكن بإسراره وبعزمة وبرغبته إنه يكون مشارك مقيل وصحيت المبلغ هو ما يعرف التحديد كم قيم في الحصان رمى المبلغ كحيلان يبغى يمثل السعودية ويبغى يجمل السعودية بيشكل حطيتها والله ورحت ووضيت وصليت ركعتين وقلت يا الله يا رب إن الله يجملني مع هذا الرجل اللي حماسه الوطنة قبل شيء أنا متأكد إنه ممكن يصلت في الخير بس ما يحبه ذاك الحب لكنه يحب وطنه بكل خلاص إيه نعم لأنك ترمي مبلغ وقدره لأي كان يعني لما جاءني المبلغ خلاص أنا أنا يعني كانه كثاني بمعروف مع أن الإحصانه وفلوسه فالله أكرمه بالسعر العادل لنيته المشاركة في هذا الحدث الكبير ما يمكن ما يمكن أن يصف الشعور لكن أنا شعرت فيها شفت السيقان الحركة كأنك مخدر كأنك مبنج وبحالها وبعدين لو يطيح شماغ يطيح شيء يطيح وحتى لو أنك رجل راقد يقول أنت تشوف في الكرة وشي تصير رح داف فما يلا ما يولام عاشق الخيل على المنظر الذي تشوفونا فيه بعد خط النهاية وحصانه فائز لأنها جهد يعني من يوم شرنا حصان إلى لحظة دخوله كل يوم نقول يا رب سلم أنه يدخل خانة وما يدخل خانة وتشوفها الوحوش جنبك فدفندد حام اللواء السعودية بكرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقه ووفق ووفق ومدربه ووفق خياله ويوفق مالكه ووفق نجميع يا رب العالمين أحيانا نروح للمسجد وتقعد في المسجد يعني أو في مصلى وتدعي ربك ما تبقى تشوف السبق وأحيانا تتلطم وتروح في زاوية وما تبقى انفزت فالمظهر الجنون يطلع عليك طبيعي يعني بس ما حد يشرح عليك وإن خسرت تدعي تقول الحمد لله الحمد لله والدور الدور أي مكان تنام فيه أو لكن الزين الأسبوع اللي بعدها فيه مناسبة حتى لو أنها صغيرة تلتي فيها أو تدعي أنك تلتي فيها انسوا يا شباب القادم أفضل فزي المباريات يعني يعني كيف شعور رئيس نادي بناصر لما يصفك الهلال في ثلاث أهداف أو الأكس ترى يعني والتصريحات والصدمات والإعلاميين والنشبال اللي بينهم هذا شعور اللي بقوله بطل تفوق على بطل في لحظة لكن الله يعينا على عيادة الطبيب النفسي يعني بعدها إنجاز الوطن حمل لواء الدكتور مهيدب واسهمت فيه اشتركوا في القناة